المسألة الأخيرة يقول كيف يعني أضمن صحة نقلكم أنتم الشيعة عن آل البيت عليهم الصلاة والسلام فأنتم تنقلون هذه الأخطاء في رأيه مثل قضية آمين قابيل هابيل كروية الأرض وما شاكل أولا نحن نقول أن الأخطاء في كل تراث حالة طبيعية ليس وجود هذه الأخطاء في النقولات التاريخية والأثرية ليس وجودها يعني عدام صحة النقل بالمطلق إذا قلنا بهذا فلا يمكن إثبات حجر على حجر في أي علم في أي تاريخ في أي منقول وهذا لا يقول به عالم يعني لابد من هامش خطأ في النقول والمنقولات لابد من وجود هذا الهامش طيب كيف تميزه بأن تتعلم بأن تبحث بأن تتفقه حتى تميز الغثة من السمين هب أنه هناك أكيد هناك منقولات عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله خاطئة عن الأئمة الأطار عليهم والسلام خاطئة هذا أمر طبيعي يعني هناك كذابون هناك ساهون هناك من اشتبهت عليهم الأمور التبست عليهم الأمور هذا شيء طبيعي التحقيق في هذه الأمور لتمييز الغث من السمين يتكفل به العلم بكل أبوابه فكلما ازددت علما كلما ازددت قدرة على هذا التمييز أما أن تشطب على ذلك كله وتقول هذا معناه عدم صحة النقل بالمطلق فهذا خلاف الإنصاف العلمي هذا من جهة من جهة ثانية قد تبين أن هذه الأمور التي أنت تحسبها من الأخطاء ما هي من الأخطاء في الحقيقة ما هي بأخطاء يعني القول بكروية الأرض القول بأن قابل وهابيل ابني آدم عليه السلام القول بجواز قول آمين في غير الصلاة وبالنحو الذي نحن بيناه وبالاشتقاق الذي ذكرناه وأيضا هذه نظرية احنا قلنا هذه نظريتنا فقط الله العلم صوابها خطاوها يبقى هذا جهدا بشريا اجتهاديا لا أكثر ما شأننا بأذه الأمور حتى ندفع التمسك بأهل البيت عليهم السلام أو الانخراط في شيعتهم بدعوة أن هذه الأمور لم ترق لنا مثلا الأمور التي أنت لديك هذه الظنيات لا تقاوم الشرعيات اليقينية الثابتة المنقولة بالتواتر أو الاستفاضة وبصحة الأخبار وأما أنه لماذا يجب أن نكون من الشيعة مضى من أن الشيعة هم من ينقلون عن أئمة أهل البيت عليهم السلام بشكل صحيح لا غيرهم نقول هذا للبداهة بداهة أن كل جماعة اختصت بإمام لها هي الأقرب إليه والأولى به يعني ليس معقولا أني أطلب فقه الصادق مثلا عليه السلام من الأحناف أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة مو معقول كما ليس معقولا أن أطلب فقه أحمد بن حنبل مثلا من الشافعية مثلا يعني فإذا أردت أن أستطلع فقه أحمد أذهب إلى جماعته إلى أهل مذهبي إلى المختصين به إلى تلامذته وتلامذتهم وهكذا وهلما جر الحنابلة أسألهم ما قول إمامكم في هذه المسألة هم الأولى به هم الأقرب إليه شوفوا هذا أصلا مبدأ قرآني أصلا الله تبارك وتعالى يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا هذا في الرد على اليهود والنصارى ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي شوفوا الذين اتبعوا إبراهيم يعني مختصون به وباتباعه الذين يقولوا نحن على ملة إبراهيم هؤلاء أولى به من اليهود والنصارى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين فإذا كان الأخ السائل يتحرى علوم أهل البيت وفقه أهل البيت عليهم والسلام فإن أولى الناس بذلك هم الشيعة لماذا؟ لأنهم الذين اتبعوهم هم يقولون نحن متبعوهم في حين البقية لا يتبعونهم بإقرارهم يعني أيهما أولى بالباقر والصادق والكاظم وسائر يا إمة العترة الطاهرة عليهم السلام هل هؤلاء الذين نفتش في فقههم فنجد كما تبين لنا في هذه الجلسات البحثية قبل أسابع هؤلاء الذين في كتبهم الفقهية أنفسهم كتب الأئمة الأربعة والمذاهبهم الأربعة يصح عندهم الخبر بنقولهم هم عن أمير المؤمنين علي عليه السلام ويخالفونه عن الحسن والحسين عليهم السلام ويخالفونه ويفتون على خلافه عن السجاد والباقر والصادق والكاظم وسائر الأئمة الاثنين عشر عليهم السلام ويخالفونه جهار النهارة بل ويضعون القواعد لذلك كما وضع الشافعي قال أننا نأخذ في الأخبار المتعارضة والفتاوى المتعارضة بفتوى الخلفاء الراشدين إلا عليا ما نأخذ بقوله فكيف يمكن أن ينبري أحد ليقول إنهم أولى في صحة النقل عن أئمتنا منا ونحن الذين اتبعناهم تسأل الشيعي اتقل إذا صح القول لديك من الصادق عليه السلام هل تعديل عنه إلى غيره يقول لا أنا على ملة الصادق عليه السلام أنا على ملة أهل البيت عليه السلام أنا أتحرى أنا أجهد نفسي دائما حتى أتتبع أشوف ما قول الأئمة من أهل البيت عليه السلام فنحن أولى بهم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه البقية لا يقولون نحن نتبع أهل البيت يقولونه ادعاءا لكن عمليا في كتب الفقه هو المهم هذا الميدان هذا الميدان يحميدان مو الميدان هو بالفضائيات جاي تحشي وتتعنطز بكيفك وتقول لا أحنا نتبع أهل البيت شي سوي بكلامك هذا للاستهلاك المحلي المهم الإثبات بالكتب احنا عرضنا نماذج عن فتاوى أئمة أهل البيت عليه السلام لما لم يأخذوا بها وأخذوا بفتوى ابن حنبل والشافعي وأبو حنيفة ومالك والعزاعي ومدري منه فلان وفلان إذن أنت لست متبعا لأهل البيت عليه السلام فلست أولى بهم نحن الأولى بهم وهذه مسألة بدهية أصلا مسألة بدهية أنت تريد فلان هو أستاذ مدرسة زعيم ديني زعيم له مدرسة مدرسة يعني فكرية مذهبية إذا أردت أن تتحرى أقواله تذب إلى من؟ إلى تلامذته إلى الجماعة إلى المختصين به الطائفين به الحافين به فلا محالة يثبت أن الشيعة هم الأقرب فالأقرب الأولى فالأولى بأئمة العترة الطاهرة عليهم والسلام ليس معنى ذلك أن كل ما ينقلونه صحيح لأنه فيه الغث والسمين لكن فقهاءهم وعلماءهم يجهدون أنفسهم لهذا التمييز حتى يميزوا ما بين الغث والسمين فكل الذي عليك يا أخانا الكريم من جدة أن تتشيع من هذه اللحظة وتتفقه وتبحث حتى تصل إلى دين العترة الطاهرة عليهم والسلام أدان الله وإياك